وهذا الضمان مش موجود ولا في أي كتاب بالعكس المسيح وضح هذه الفكرة وبيحكي عن هذا الضمان عدة مرات عندما قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة خيل من الظلمة للنور من الموت إلى الحياة وما فيش دينونة ومشان هيك إنه اللي بيأمنوا في المسيح مستعدين يدفعوا أي ثمن اضطهار يعني خلاص حسب كل الدنيا ما بتسواش أمام معرفة المسيح وحيل كمان يا أخي نزار إن أنا كنت بعبود ربنا وحاسة إنه هو بعيد وقعيد لي من المرصاد وقاعد عمالي يشوف الحسنات والسيئات بتاعتي لكن الله مش قاعد بالمرصاد الله بيحبك الله ماشي معاك في معيّة في علاقة في محبة يعني مكتوب كده إن الله حبنا فضلا يعني حبني ونحن بعض الخطاء مات للمسيح من أجلنا فالمحبة والمعيّة دي أنت مش هتلاقيها عمرك ما هتحس بربنا وإنت قاعد بالصليل وخمس مرات ركعات وراء آيات وقاعد في القرآن أنا بصلي وأنا بصلي بقول سورتين ممكن من السورتين دول أقول تبت يد أبي لهب وتب يعني أنا بقاعدة بصلي ربنا وأنا باشتم أبو لهب يعني إيه معنى الكلام ده أنا العلاقة اللي ما بني مع ربنا مختلفة تماما أنا فيه آية بتقول السيكن في ستر العلي في الظل القدير يا بيت يعني العلاقة ما بيني وما بين الله هي علاقة حميمة علاقة قدر أتكلم معاه وهو يرد علي كتير من المسلمين بيقولك هو ربنا يرد عليك إليه هو أنت فاكرة نفسك نبيا ده الأنبياء بس اللي بيكلمهم ربنا لا ربنا يكلمك النهاردة ربنا يكلمك النهاردة أنا أثق إن الله يكلمك النهاردة أثق إن الله يتراء ليك النهاردة أثق إن الله يكلمك في قلبك ويقولك أنا موجود وهتشوف يعني إيه ربنا بيتكلم عن إنسان وهذه العلاقة أنت لو دوقتها مرة مش هتقدر أنك أنت ترجع تاني تبقى مسلم مهما حاولت لو دوقت العلاقة الحميمة ما بينك وما بين الله العلاقة الحقيقية مش هتقدر مش هتقدري ترجعي تاني تبقى مسلمة وبتتعاملي مع الله من خلال التقوس الممارسات اللي هي زي الصلاة وزي الصيام وزي الحاجات اللي بيعملها المسلم اشتركوا في القناة